بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الثاني عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوخذ من هذه الآيات أيضا أن الغفور الحليم من أسماء الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن أسمائه ما ذكره الله في هذه الآية إن الله غفور حليم ثلاثة أسماء الله نفض الجلالة غفور حليم هذه أسماء لله عز وجل يتضمن كل اسم منها صفة عظيمة فالله تضمن الألوهية والغفور تضمن المغفرة والرحيم تضمن الرحمة هذه صفات من صفات الله عز وجل تليق بجلاله سبحانه وتعالى ويوخذ من هذه الآيات مسألة مهمة وهي وجوب الإيمان بالقضاء والقدر فإن الله رد على المنافقين والمشركين في قولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فهذا إنكار منهم للقضاء والقدر فرد الله عليهم بقوله والله يحيي ويميت فالموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى ليست بيد أحد من عباده والله يحيي ويميت ففيه رد على منكر القضاء والقدر وأن القضاء والقدر يحتج بهما على المصائب فإذا أصيب الإنسان بمصيبة فإنه يقول هذا قضاء الله وقدره فيرضى بذلك ولا يجزع ويحاسب نفسه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فالمسلم إذا أصابته مصيبة فإنه يحتج بالقضاء والقدر ولا يحمل نفسه أو غيره أن هذه المصيبة إنما حصلت بسببه أو أنه هو الذي أوقعها فيه وإنما هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى وأما الاحتجاج بالقضاء والقدر على فعل الذنوب فهذا لا يجوز لأن الذنوب من كسب العبد وفعل العبد وبإمكانه أن يتركها وبإمكانه أن يتوب منها فلا يحتج بالقضاء والقدر على فعل الذنوب وإنما إذا حصل له ذنب بادر بالتوبة وحمل نفسه المسؤولية ولا يحملها على القضاء والقدر كما يفعله الجبرية وما يفعله أهل الجهل بالله عز وجل فيحتجون بالقضاء والقدر على معاصيهم وعلى ذنوبهم وسيئاتهم ولا يتوبون إلى الله عز وجل فإبليس لما حصل له الطرد من رحمة الله احتج بالقضاء وقال فبما أغويتني ولم يستغفر الله عز وجل مثل ما حصل من آدم عليه السلام فإن آدم لما أذنب لم يحتج بالقضاء والقدر وإنما تاب إلى الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فهذا هو موقف المؤمن من المصائب وموقفه من المعايب يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على فعل المعايب يوخذ من هذه الآيات النهي عن التشبه بالكفار والمنافقين قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تتشبهوا بهم فهذا فيه النهي عن التشبه بالكفار والمنافقين في مقالاتهم وفي أعمالهم وفي عوائدهم الخاصة بهم وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وفي هذه الآيات أن الحذر لا ينجي من القدر فإن الله سبحانه وتعالى رد على المنافقين قولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا رد عليهم بقوله والله يحيي ويميت فليس لكم خلاص من قضاء الله وقدره مهما عملتم في الآية الأخرى يقول جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لما قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قال الله سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولما قالوا لو كانوا الذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قال الله جل وعلا والله يحيي ويميت فالحذر لا ينجي من القدر ولكننا مأمرون بفعل الأسباب اتخاذ الأسباب مع الإيمان بالقضاء والقدر فإن نفعت الأسباب فبها ونعمة هذا من الله جل وعلا وإن لم تنفع فإننا نؤمن بقضاء الله وقدره كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان يأخذ من هذه الآية أو الآيات الرد على شبه الأعداء وكشف تلبيساتهم وأنه لا يجوز للعلماء السكوت على شبهات أعداء الله سبحانه وتعالى بل لا بد من الرد عليهم وكشف شبهاتهم فإن الله رد على الكافرين في هذه الآية فقال والله يحيي ويميت ورد عليهم في مواضع أخرى حينما يذكر مقالاتهم الشنيعة يرد عليهم سبحانه وتعالى ففي هذا مشروعية الرد على أعداء الله وعلى أهل الشبه والتلبيسات الله جل وعلا يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلض عليهم وجهاد الكفار يكون بالسلاح وجهاد المنافقين يكون بالحجة يوخذ من هذه الآيات أن الإيمان بالقضاء والقدر يذهب الحسرة من القلوب هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر فإذا آمن الإنسان بأن كل ما يجري فهو في قضاء الله وقدره فإنه لا يتحسر على شيء ولا يحزن على شيء بل يطمئن قلبه لأن الله جل وعلا قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه أي في قلوب الكفار والمنافقين الذين لا يؤمنون بالقضاء والقدر ويقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يوخذ من هذه الآيات أن عدم الإيمان بالقضاء والقدر يسبب التحسر والجزع والنياحة وغير ذلك من أعمال الجاهلية عند المصائب فإن أهل الجاهلية ومن تشبه بهم يجزعون عند المصائب ويفعلون أعمالا قبيحة من لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة على الميت وإقامة المآتم تنكيس الأعلام ولبس السواد وغير ذلك من مظاهر الجاهلية كل ذلك ناتج عن عدم الإيمان بالقضاء والقدر يوخذ من هذه الآيات أن الحياة والموت بيد الله جل وعلا لا بيد غيره وأن أحدا لا ينقذ نفسه من الموت ولا ينقذ غيره من الموت إذا قدره الله عليه أما إذا فعل سببا أنقذ أحدا من الخطر فهذا أيضا بقضاء الله وقدره وهذا يدل على أن هذا الشخص لم يحضر أجله ولو حضر أجله ما نفع أي سبب ويوخذ من هذه الآيات إحاطة علم الله جل وعلا بما يعمله الإنسان من خير أو شر فهذا مما يطمئن المؤمن ويشجعه على فعل الخير ويحذر المسيء والعاصي من فعل الشر لأنه مراقب من قبل الله سبحانه وتعالى ومحصن عليه أو له عمله خيرا أو شر فالمؤمن يطمئن والعاصي يحذر ويتوب لله سبحانه وتعالى يوخذ من هذه الآيات أن الموت والقتل في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها الموت في سبيل الله والقتل في سبيل الله شهادة وهو خير من بقاء الإنسان على قيد هذه الحياة الفانية المتعبة كونه يقتل في سبيل الله ويموت ميتة شريفة وخاتمة حسنة هذا خير له وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا ويوخذ من هذه الآيات أن مصير العباد إلى الله فيجاز كل عامل بعمل وأنه لا أحد يفر من الله ولا أحد يتخلف عن الله عز وجل يوم القيامة بل كلهم يحشرون لا إلى الله تحشرون فكل الناس يحشرون في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي كلهم يجازون بأعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى لأسمائه وصفاته أن يثبتنا على الإيمان وأن يهدينا الصراط المستقيم وأن يوفقنا لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر